لا يكذبوا علينا أن الجنوبيين مفوضين عيد الروس عيد الروس فوضوه مئة ألف واحد داخل لا 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 نرفض حتى عشر ألف من يكون يمثل الشعب يمثل وماذا فعل الحضاري طيب خليك لننتقل من واقعي الحضار لماذا يريدون انفكوا عنه لماذا رافضين الاعتراف به وهذا مش شعب حضر موت ليس قمهورية كبيرة لكن ليس هذا الموضوع رجل لديه قضية ولديه أيضا مؤيد والله لو كانت على مسألة القضية ما حد فوضوه على هذه القضية أي أن كان الموضوع هل تقد أنه حين يذكر هذه النقاط هو قادر على إنفاذها لا هو لا يستطيع لا يستطيع عيدروس الزبيدي أن ينفذ أي شيء ولو أراث المملكات تحقزه عندها ما تحقزه يا أخي لازم نعرف حق من الرجل هذه كل شيء عاراته وكلام فاضي المرة أولى مسكته عندها ولا خلته يتحرك لكنه يقال أن عيدروس يا أخي هو الذي أعاق تقاسم الموارد ما فيه كلام فاضي ما يستطيع هو حتى لا يعلم كم منها الموارد عيدروس الزبيدي لا يعلم لا يعلم لا يعلم كم هي الموارد التي تأتيه والد حين شغاله يعلم كم معنا نفط على الموارد ما هذه ثقافة لكن يا أخي عيدروس الزبيدي لا يمثل المشكلة أنه تكبرون على أن هذا الرجل يمثل أبناء القنب يا أخي أنا أبناء الرجل عمري لم أمثلت أي إن كان أنا أخبر لك أن هذا دفع به دفعا إلى وسط اللعبة لا لا سأسمح لك هو الآن عضو مجلس كيادة رئاسي يعني شيئنا أبين اختلفنا طيب ناقش هذا الموضوع هو عضو مجلس كيادة رئاسي هو أيضا يمثل لنقول كثير من أبناء القنب لنقول كلها وسنقول الكرير ونقول أن لدي والله حتى الكثير كثير اسمح لي هو أيضا يقول أن لديه تحفظات على تشاور السعودي حتى نحن حتى نحن ولماذا لا تؤيده لا لا اليوم المسيرة ماشا المملكة العربية السعودية تريد أن تجد حل أنت لديك تحفظات يعني أن الحوثي ذا ليست أنا الوحيد ولماذا تستطيع من تحفظات عيد الروس أسمعني أسمعني خطاب العرادة لما جاء إلى مأرب المرة أخيرة تكلم قال نحن مع السلام ولكن الحوثي ليس أهل للسلام هذا الخطاب واضح أن الحوثي ذا لن نصل معه لكنه لم يحدد نقاب أنت لم يحدد عيد الروس عيد الروس قال تمسك بقوات التحالف العربي رفض تقاسم الموارد هذه نقاط ما لهذه حلي رفض الذهاب إلى تشاور قبل يا أخي حتى نكون عدل ما هو الوحيد الذي يتكلم كان يتكلم مثل الصحب والمقلات لكنه عضو بقس قيادة والوحيد أيها وما أدرك ماذا يصرح البقية ما أدرك هو فقط الآن يتكلم بدفع يا أخي معك سبعة عظام بقس قيادة تمام مشهول وحيد ثمانية خطاب زي ما قال بكران خطاب العليمي كان أكثر وضوحا وقوة من ناحية قانونية ومن ناحية حتى لغوية ومن ناحية كان خطاب العليمي قوي جدا حدد للمملكة أنه هو ما قالش للمملكة هو يتكلم مع العالم لا يمذكر المملكة هو ذكر حقوقنا ما نريده نحن حق اليمنين ذكر حق اليمنين مشكلة عيد الروس يذكر حق الإمارات أو حق يعني مجموعته ليس حق الشعب الجنوبي من قال الجنوبيين أغلبهم اللي يحاوظها الجنوبية كلهم مع الوحدة من يكذبهم لا عشان نعرف لما يجي واحد وقل لكم هذا يمثل قطاع كبير أي إن كان أي إن كان ما يمثله عيد الروس هو علاقة الرجل نناقش هذه الممسلة هل تريد أن تناقش أنه ماذا قال عيد الروس نناقش ماذا قال عيد الروس هذا الموضوع هذا الموضوع يعني عيد الروس في أول يوم في القارديان قال كلام ثاني يوم حاول دافع عن نفسه أنه أحرق صاحب بي بي سي على تصريحة القارديان فحاول ينفع عن نفسه هذه التخمة ونتوقع كمان أنه سنرى بالساعات القادمة اعتدار قديد للمملكة العربية السعودية من هذه التصريحات لأنه يعني ليست بإرادته التصريحة هذه يا أخوان تدفعوا الإمارة الدفع يقولها لأنه لا يستطيع المرأة أقول لك المملكة العربية السعودية هي صاحبة القرار في اليمن ولو أرادت المملكة أن تقلع العمارات لقلعتها